اعلن المجلس العالى العراقي لمكافحة الفساد حالة بلفات تسع من كبار المسؤولين الى القضاء بتهمة الفساد وقال المجلس ان هذا الاجراء جاء استنادا الى توجيه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وتنفيذا لسلسلة الاصلاحات التي تعهد بتنفيذها دوسع في الحديث اكثر مع ضيفنا ينضم الينا الان من بغداد الخبير السياسي والاستراتيجي معنا الجبوري سيد معنا اهلا بك معنا يحالة ملفات تسع من كبار المسؤولين الى القضاء بتهمة الفساد في العراق كيف تقرأ هذه الخطوة الى اي مدى ايضا هذه الخطوة يعني هي مؤشر بان الخطوات التي تتبع حتى اللحظة الحكومة العراقية يعني ترقى لتطلعات ومطالب الشارع العراقي مساء الخير لك سيدتي والاستاذ المشاهدين حقيقة خطوة جيدة بالنسبة لمحاربة الفساد تحديدا في هذا الجانب لان نحن نعلم ان مطالب المتظاهرين عديدة جدا ولا يمكن حصرها في هذه ولكن افة الفساد هي البداية هؤلاء الاشخاص التي تفضلت بذكرهم تسعة اشخاص منهم وزيران سابقان ووكيلاء للوزارة واربع محافظين سابقين ضمن بعض منهم تمت ادانتهم من وزارة الخزانة الامريكية قبل عدة اشهر وتم فرض عقوبات دولية عليهم على هذه الاساس كان لابد للحكومة العراقية ان تأخذ اجراء على الارض واقعيا وان تحيل ملفاتهم الى القضاء والى لجنة الفساد لاجل محاسبتهم وبالتالي ارسال رسالة مطمئنة نسبيا الى الشارع العراقي الذي كان في ذروة غضبه وانتفاضته قبل بضعة ايام حقيقة في محاولة منها لكي تعلن انها هي جارية في عملية الاصلاحات وهذه البداية الاولى لان حزمة الاصلاحات واسعة وكبيرة كما هو معلوم لا يمكن ان تبدأ بها بليلة وضحاء الحكومة وهناك فقدان للثقة نسبيا نتيجة الشعارات التي تقرح من 16 عاما ولا يتعقف طيب وعود الاصلاح كثيرا ولكن العمد هذا الوعود من شأنه ان تنهي الازمة سيد معا خاصة ان كنا نتحدث اليوم تطورات اخرى كان موضوع تعيين وزيرين لتربية والصحة مع ان هناك كان اخفاق في تعيين والموافقة على اسماء وزراء الصناعة والهجوة والاتصالات هذا من قبل مجلس النواب بالتالي لأي هذه المؤشرات فعلا توحي بان كل ما تقوم بها الحكومة يعني من شأنه تهدئة الشارع في نهاية المطاف ولان لنشت عودة هذه الاحتجاجات ما رأيك؟ لا يمكن للشارع ان يقنع بوعود سيدتي كما تفضلتي وكنت سأتناوله ان هناك فجوة كبيرة بين الشارع العراقي وبين الوعود التي تطلقها الحكومات السابقة والحالية كون لا يتحقق شيء على الارض انما فقط كانت شعارات رنانة وكلمات جميلة من هنا وهناك على هذه الاساس الوزارتين التي شغلتها ان اصلا شاغرة لم يتم استبدالهما سيدتي اما الوزارات الثلاث الاخرى عندما حاولا استبدالهما انسحبت الاحزاب المتنفذة التي تمتلك هذه الوزارات من جلسة البرلمان واخلت بالنصاب القانوني للجلسة على هذا الاساس اقول عملية الاصلاحات فيها صعوبة تحتاج الى خطوات جريئة من رئاسة الوزراء ومن الكابينة الوزارية تحتاج الى ارادة سياسية لكي ترسل رسالة مطمنة عليه نعم هناك فجوة كذراء المواطن ينتظر اجراءات على الارض ربما هناك فترة هدوء نسبة الاسبوع القادم نتيجة الزيارة المعروفة في العراق الاربعينية والتي يعترمها الشعب العراقي على هذا الاساس لا يمكن ان تكون هذه الشعارات لوحدها كثيرة بعد انت ترسم لنا يعني سورة قاتمة بعض الشيء ولكن هل يمكن على الاقل يعني ما تقوم به الان الحكومة العراقية بشكل وبآخر ان تصلف ضمن اطار تعزيز او ربما خطوات تعزيز الثقة على الاقل ما بين الشارع العراقي والحكومة العراقية هل يجب او على الاقل يمكن النظر الى هذه الاجراءات من هذا الباب نعم هي شيء لا بد منه يعني نحن نعلم ان الحكومة لا يمكن ان تنفذ ما تقول خلال ايام هذا واقع على الارض لان مجمل الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة والزمت نفسها بها وحددت حتى سقوف زمنية لها عليها ان تنفذها ولكن بمراحل حتما لا يمكن كما ذكرت ان تتم كل شيء في ليلة وضعها عليه الحكومة تحتاج الى وقت والمواطن هنا قد يعطي فصحة من الوقت الشارع العراقي يعطي فصحة من الوقت للحكومة لغرض التنفيذ اذا ما اقدمت الحكومة على تنفيذ بعض الاجراءات وبوتيرة تصاعدية ممكن ان تقنع الشارع المواطن لا يريد خراب البلد ولا يريد تغيير نظام ولا يريد مشاكل المواطن يبحث عن خدمات عن لقمة عيش عن بناة احتية وعن وسائل الحياة التي يتطلبها اسوة بدول المنطقة على هذا الاساس نعم الحكومة اصبحت ملزمة لان الرسالة وصلت بقوة سيدتي المواطن خرج بصدر عاري يتعدى الموت ويتعدى الرصاص من اجل ايصار والحكومة استلمت الرسالة كذلك دخول خط المرجعية اليوم على خط الازمة والمرجعية لا تريد ان تفقد الشارع المرجعية لديها استعداد ان تفقد الحكومة ولا تفقد الشارع العراقي لان الرصيد المرجعية هو الشارع على هذا الاساس اصبحت الضغوط واسعة على العكومة شكرا سيد معنا لابد ان تدخل في مراحل مهمة لتنفيذ اجراءاتها وان لا ستفقد كل شيء شكرا لك سيد معنا الجبور الخبير السياسي والاستراتيجي كنت معنا من بغداد اشتركوا في القناة